بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وإيامكم بذكرى ميلاد الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعتي في الآخرة من المعروف بأن أهل البيت سلام الله عليهم هم أصل الكرم الكرم كله ينبع منهم سلام الله عليهم ولكن للإمام الحسن سلام الله عليه خصوصية في هذا المجال لذلك أطلق عليه بأنه كريم أهل البيت سلام الله عليهم هذا لا يعني بأن غيره من الأمة لم يكن كريما ولكن هذا يعني بأن صفة الكرم كانت ظاهرة ومتميزة عنده سلام الله عليه كان ظاهرا وكان متميزا بهذه الخصيصة لذلك أطلق عليه كريم أهل البيت الكرم طبعا لا يعني فقط العطاء المادي بالمال أو بقضاء الحوائج كذلك أيضا يعني بالجانب المعنوي الشخص الذي يطلب الدرجات العليا ويطلب قرب المقام من أهل البيت سلام الله عليهم ويطلب الدرجات العالية في الجنة فعليه بالتوسر بالإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه فإنه كريم أهل البيت سنذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بعض مظاهر كرم الإمام الحسن سلام الله عليه وكيف كان كرمه بائنا ومتميزا أمام الناس جميعا وكان الناس يعلمون جميعا كرم وشدة كرم الإمام الحسن سلام الله عليه لاحظوا هذه الرواية بأنه رووا بأنه أتاه رجل في حاجة فقال اذهب فاكتب حاجتك في رقعة وارفعها إلينا نقضها لك لم ينتظر ولم يقول له بأنه قل حاجتك وتكلم بحاجتك قال له اذهب واكتب هذه الحاجة بورقة وارفعها إلينا ونحن نقضها لك قال فرفع إليه حاجته فأضعفها له يعني كان لنفرض هو يطلب مئة دينار الإمام الحسن سلام الله عليه أعطاه مئتي دينار أضعف له الطلب فقال بعض جلسائه جلساء الإمام الحسن سلام الله عليه ما كان أعظم بركة الرقعة عليه ابن رسول الله يعني هذه الرقعة وهذه الكتابة التي كتبها وهذه الورقة التي قدمها إليك ابن رسول الله كانت شديدة البركة عظيمة البركة بحيث أنه أولا قضيت حاجته وثانيا أنه قضيت بالضعف لم تقضى فقط بما أراده السائل لا أضعف له الإمام الحسن سلام الله عليه العطاء فقال بركتها علينا أعظم حين جعلنا للمعروف أهلا لاحظوا الإمام الحسن سلام الله عليه يريد أن يبين يعلم المؤمنين بأنه هناك أناس مخصوصون وهم أهل المعروف يريد أن يعلم المؤمنين يعلم شيعته بأنه الإنسان يجب عليه عندما يقدم عطية يقدم شيئا يقضي حاجة إنسان مؤمن يعلم بأن هذا الأمر هي نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه لا ينظر بعين الفخر لا ينظر بعين التكبر على هذا الإنسان بأنه قدم له منا وقدم له فضل لا ينظر بأنه الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بأنه جعله أهلا للمعروف أما علمت أن المعروف ما كان ابتداء من غير مسألة؟ هذا هو المعروف بأنه تعطي شخصا قبل أن يسألك لا تنتظر ظل السؤال في عينيه في وجهه أعطيه قبل أن يسأل خصوصا إذا علمت بأن هذا الإنسان هو إنسان محتاج فأعطيه قبل أن يسألك فأما من أعطيته بعد مسألة فإنما أعطيته بما بذلك لك من وجهه هذا الإنسان الذي يعطي للمؤمن بعد السؤال هذا أنت أخذت المقابل وهو أخذت ماء وجهه لذلك الإنسان هذا تعليم لجميع المؤمنين لجميع شيعة الإمام الحسن سلام الله عليه بأنه إذا أردت أن تعطي شيئا وأن تقضي حاجة إنسان مؤمن فيجب عليك أن تعطيه قبل أن يسألك كذلك ورد بأنه سأل رجل الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام شيئا فأعطاه خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار هذه عطية ضخمة جدا في ذلك الزمان خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار وقال ائتي بحمال يحمله لك من شدة العطاء من كثرة العطاء بحيث أن هذا الرجل لم يكن يستطيع أن يحمله بمفرده فطلب الإمام الحسن سلام الله عليه منه بأن يحضر حمالا يحمل له هذه الأموال انظروا كمية العطاء فأتى بحمال فأعطاه طيلسانه وهو الثوب نوع من أنواع الثياف في ذلك الزمان أعطاه هذا الثوب لهذا الحمال وقال يكون كراء الحمال من قبلي لاحظوا شدة الكرم أعطاه خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار وأعطاه أيضا أجور هذا الحمال لم يجعل هذا الشخص السائل هو يدفع أجور النقل أجور هذا الحمال هو تكفل بهذه الأجور أيضا كذلك ورد بأنه جاءه بعض الأعراب فقال أعطوه ما في الخزانة فوجد فيها عشرون ألف دينار مبلغ ضخم جدا في ذلك الزمان فدفعها إلى الأعرابي قبل أن يسأله الأعرابي مجرد أنه جاء للإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الحسن أخرج هذه العشرين ألف دينار من الخزانة وأعطاها للأعرابي فقال الأعرابي يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي يعني لماذا لم تنتظر بأنه أنا أطلب منك هذا الطلب فأنشأ الإمام الحسن سلام الله عليه بهذه الأبيات وأجابه قال له نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل لو علم البحر فضلنا إلينا لغاض من بعد فيضه خجل هكذا أجابه الإمام الحسن سلام الله عليه نحن أناس قوم لا نحتاج بأن يبتدئنا السائل بالسؤال هو نحن نعطيكم قبل أن تسألوا وهنا أيضا ورد في هذا المجال بأنه عن كيفية ووصف كرم الإمام الحسن سلام الله عليه قالوا بأنه كان يكرم بحيث يستغني السائل فلا يبقى له حاجة حتى يأتيه من باب آخر هذه إشارة إلى كرم حاتم حاتم الطائي كان معروفا بأنه كان صنع عشرة بيبان لبيته لداره فالسائل كان يأتي عليه في كل يوم من باب من هذه الأبواب يدخل على حاتم وحاتم يعطيه مالا لا يدخل عليه من نفس الباب الإمام الحسن سلام الله عليه روي عن كرمه بأنه كان منذ المرة الأولى يعطي عطاء كبيرا ومتميزا بحيث أنه السائل كان يستغني كان لا يحتاج إلى أن يعود إلى الإمام الحسن سلام الله عليه مرة أخرى من المرة الأولى كان يغنيه الإمام الحسن سلام الله عليه ويحوله من إنسان فقير مسكين إلى إنسان غني لذلك حري بنا ونحن شيعة الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه أن نتوسل بهذا الإمام الكريم لله سبحانه وتعالى وأن نقدمه أمام حوائجنا للدنيا وأمام حوائجنا للآخرة فهو كريم أهل البيت سلام الله عليهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر